الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل وصحبه جمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فلا نزال في برنامجكم ورسائلكم التي تجيبون فيها عن سؤالنا عن سبب ترككم لهذه الفرقة لماذا تركتم الوهابية هذه الرسالة مؤذخرة من أخم إخواني الفضلاء من العراق العزيز يقول فيها بعد السلام والتحية وصلتني أمس الحقيقة هذه الرسالة يقول فيها السلام عليكم شيخنا الكريم أنا من العراق من مدينة الفلوجة نشأت في عائلة صوفية نشعرية كما هي غالبية أهالي مدينة الفلوجة وفي المرحلة الإعدادية سنة 98 كان يدرسنا مدرس لغة عربية يحمل الفكر الوهابي بل هو من المنظرين له وأبرز من نشره في المدينة فأثر بي وببقية الطلبة وأصبحنا وهابيين حتى النخاع وكنت دائما ما أتشاجر مع أبي وأدخل معه في مناقشات حادة لأن أبي نشأ في تكية قادرية وكان صوفية ورغم أن تحصيله العلم كان لا يتعدى الابتدائية إلا أنه كان يرد عليه بأدلة بقيت كالشضايا كالشضايا النائمة في الجسد ومن هذه الأدلة حديث صلح الحديبية وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث تثبت احتفاظ الصحابة بشعرات الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبركون بها وحديث تقبيل أحد الصحابة لبطن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بها وغيرها من الأحاديث التي لم أستطع ردها لصحتها وكنت أرد عليه بأسلوب خطابي وألوي النصوص لصالحي وتوفي أبي رحمه الله عام 2009 وأنا أظن أنه توفي على الشرك والضلال لا حول ولا قوة إلا بالله وكان يؤرقني مصير أبي بعد سقوط العراق بيد الأمريكان عام 2003 وبعد سقوط الأمريكان عام 2003 انتشر هذا الفكر بشكل واسع وبجميع أنواعه وانتشرت كتبه التي كانت ممنوعة وظهروا بشكل واسع جدا بعد أن كانوا أفرادا قبل ذلك فازداد تمسكي به وبعد عام 2005 ونتيجة الصراع الفكري الذي حدث لأتباعي هذا التيار في المدينة تحولت إلى الفكر المدخلي أهلا وسهلا وبدأت أتابع دروسهم وكتبهم وانصدمت عندما قرأت المزيد من الكتاب من الكتب بأن الإمام النووي والغزالي وابن حجر وصلاح الدين أيوبي كلهم أشاعره وكنت أحبهم جدا في بداية نشأتي قبل الوهابية تفاجأت عند قرأتي لكتاب أحد علماء الفلوجة في القرن الماضي ولو احترام عندنا في المدينة رحمه الله ويصرح بأنه أشعري ويفتخر بذلك فبدأت الشكوك تنتابني حول الفكر الوهابي ليته ذكر اسم هذا المؤلف ليته ذكره نعم يعني أرجو أن الأخ أن يذكر الاسم في التعليقات إذا طلع على هذه الرسالة ويفتخر بذلك فبدأت الشكوك تنتابني حول الفكر الوهابي الذي أعتنقه حتى شاهدت لقاء قديما على اليوتيوب على قناة المستقلة عنوانه مراجعة تراثي بن تيمية بين شيخ اسم حسن بن علي السقاف وعدنان العرعور وشخص عبر الهاتف من أردن اسمه علي الحلبي الذي لم يصمد بالمناظرة وتركها فتابعتها كلها فتفاجأت بالثقاف يثبت أن بن تيمية يقول بقدم العالم وفناء النار والتجسيم فقلت في نفسي أن نعيب الأشاعر على الأشاعر اشتغالهم بعلم الكلام وبن تيمية لديه آراء فلسفية فأردت التوسع بالموضوع فقرأت كتب حسن السقاف التي يرد بها على بن تيمية والألباني فكانت غشاوة فكأن غشاوة كانت على بصري زالت فبدأت أقرأ كتب الأشاعر وزال ما بقية من رواس بالفكر الوهابي وبأن النابي كان الحق لأنهم كانوا يعلموننا بأن الأزهر مركز الضلال ونشر عقيدة أن الله بذاته في كل مكان طبعا قلت مرارا وتكرارا لا علاقة لي بمضمون الرسالة وهذه الرسالة فيها أشخاص لا أحبهم وأيضا لا يرتضي منهجهم حسن عليه السقاف يرد على الوهابية وهو مبتدع أكثر من الوهابية تمام؟ فهذا الرجل السقاف نعم يرد على الوهابية بشدة ولكن بدأ في الفترة الأخيرة ينحرف ويتجه باتجاه المعتزلة وباتجاه الشيعة وكذا وكذا فهذا الرجل لا نرتضي منهجه وإن رد على ابن سيمية في بعض المواضع نحن عندنا موضوعية فمبتدع يرد على مبتدع لا يعنينا جدا وهو ليس أشعرين أصلا حسن عليه السقاف كان أشعريا ربما يلتقطها بعض الوهابين البسطاء الدرويش فيقول ماذا؟ الأشعرية يخالف بعضهم بعضهم إنسان إمامة الشيخين أساس متين والموقف من الصحابة عند الأشعر موقف متين لا يمكن أن يتزلزل واحد يقول أنا أشعري ولكن ماذا؟ أطعم في أبي بكر وعمر إيش أنت أشعري تكارين لم تعد أشعريا تهى الأمر أنا أشعري ولكن لا أؤمن بأن الله يرى يوم القيامة معتزلين أنت لست شعريا هذه أشياء واضحة جدا فهذا السقاف نسأل الله له الهداية والعود إلى منهجها للسنة والجماعة لكن هذا الرجل يتكلم عن تجربته الشخصية ويقول بعد ذلك أنه ترك السقاف ولم يقول ترك لكن يقول بدأت أقرأ كتب أشاعره وزالت رواسب الفكر الوهابي وبان أن أباه كان على الحق نسأل الله تعالي أبيك الرحمة والرضوان ونسأل الله لك الثبات والنبات والفلوجة هذه مدينة عزيزة على قلوبنا هذه مدينة صمدت ضد أمريكا صمودا مشرفة ضربت بالكيمياوي ضربت بالكيمياوي لادي لكن ضربت بالسلاح النووي كان هناك حالات سرطانات هذه مدينة أعجزت أمريكا هذه المدينة الصوفية كنا نرى كتائب طريقة نقشبندية تقاتل أنا ذاك لم تستطع أمريكا أن تفتت الفلوجة إلا بعد أن نشرت هذه الكتب وأنتم لا تعلمون أنتم نائمون بعض الناس يقول لا 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 يقاتلون هؤلاء الفلوجة هذه صمدت ضد أمريكا لم تصمد بوهابية باز بن عثيمين صمدت بصوفيتها بمشايخ الطرق الذين كانوا يحثون الناس على الجهاد في سبيل الله لكن بعد ذاك أقول أنا شاهد أنا ما ذاكت الفلوجة وأتمنى أن أزور الفلوجة يقول بعد السقوط العراق انتشرت هذه الكتب جدا وأنا على علم بهذا مادة داعش جاءت من سجون العراق وجاءت مثقفة ثقافة كاملة الكتب كانت موجودة توزع فانتبهوا جيدا هداكم الله إذن أخونا رأى ضحالة فكر الوهابية وعجزهم عن اللقاء لأهل السنة والجماعة طبعا الآن في موضة جديدة يقول نحن نناظر يأتي بواحد يعني خرج طرد من المعهد الشرعي لشيء لشيء غير لائق وفهمكم كفاية طردوه من المبيت في المعهد الشرعي وفصل يبدو أن أخلاقيات الرجل كانت كلها على السبيل فهذا الآن يرد علينا ويدعو للمناظرة كيف أنا أرد على واحد من هذا القبيل يعني أنا لم يعني ماشي هذا نأتي له بواحدة واحد من نوعه يرد عليه غير مهذب غير مؤدب سليط يعني أولا إذا أرد أن يرد علينا فيعني نطالبه بشهادة حسن سلوك من المعهد الذي طرده إذا أتى لنا بهذه الشهادة يمكن بعد ذلك أن نرسله شخصا يناظره أما بالنسبة لي لا أستطيع لأنه ليس عالما جاهل متعالم إذا أتى إنسان عالم ممكن أنا أخذ وأعطي معه أما هو جاهل متعالم نرسله واحدا يناقل بشرط أن يأتي بشهادة حسن سلوك وبعدها يعني رأيت المشاتمات بينه وبين الوهابية شيء يستحى منه يشاتم واحدا من وهابية كويت وكل كلام من البذاءة بمكان والتعليقات هكذا نراها في مشاتمات أولاد الشوارع من النوع غير مهذب جدا يرد أحدهم على الآخر هذه الأصناف تناظر إيش هذا تشاتم نعم لا نستطيع المشاتمة نعم فإذن نسأل الله تعالى الثبات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله أسلنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول أقوة إلا بالله إلى علي العظيم